رحب مصدر مسؤول في رئاسة مجلس الشورى بتصريحات الناطق الرسمي للتحالف العربي حول الاستراتيجية الجديدة في اليمن وقال مجلس الشورى إن التوجه الجديد لحرية اليمن السعيد المعلن عنه في عناوين عامة بمضمون عسكري استراتيجي واقتصادي إنقاذي ينسجم مع أهداف عاصفة الحزم ويحافظ على اليمن موحدا ومستقرا وحي مجلس الشورى لانتصارات المتلاحقة للجيش الوطني وقوات العمالقة والمقاومة الوطنية الشعبية في شبوة ومارب ودعا إلى تحريك كل الجبهات لإرغام الحوثيين للمثول لصوت العقل ونداء الضمير وثمن مجلس الشورى جهود وتضحيات الأشقاء في السنوات السبع الماضية ودعمهم لا محدود للشعب اليمني في مواجهة الانقلاب الحوثي وتدخل الإيراني السافر في شؤون اليمن وما أسفر عنه من نتائج كارثية مست اليمن أرضا وشعبا وهوية ولا زالت مخاطرها قائمة حتى الآن ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر